تجمع عشرات المحتجين في مدينة جرمان بريف دمشق وقطعوا عددا من الطرق احتجاجا على الأوضاع الخدمية والمعيشية وتفاقم أزمتي الكهرباء والمياه عادة ما يولد عجز الحكومات استياءا سرعان ما يتحول إلى غضب يليه انفجار وفي الحالة السورية أي عجز أكبر مما يعانيه نظام الأسد فهو من يغرق البلاد بالظلمة والفساد ونقص جميع الخدمات فكان لابد من خروج أصوات تحتج هنا وهناك رغم التضييق الأمني المفروض في مناطق سيطرته فها هي مدينة جرمان بريف دمشق تشهد تجمعا لعشرات المحتجين على الأوضاع الخدمية والمعيشية وتفاقم أزمتي الكهرباء والمياه مصادر محلية تفيد بأن المحتجين تجمعوا في ساحة السيوف وانتقلوا إلى ساحة الرئيس وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية بما في ذلك الطريق المؤدي إلى بابتومة والطريق المؤدي إلى مطار دمشق وتؤكد المصادر أن مدير ناحية المنطقة التابع للنظام حاول فضى الاحتجاج لكن المحتجين لم يستجيبوا لمطلبه ليغادر بعدها المكان في حين ذكرت أنباء أن محافظة ريف دمشق توجه إلى المدينة وسط إغلاق للمحال التجارية وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع ذكرت المصادر أنه تم وصل التيار الكهربائي عقب الاحتجاجات في حين نقل وسطاء وعودا على لسان مسؤولي النظام بالعمل على التخفيف من وقع أزمتي الكهرباء والمياه في المدينة يبرر النظام تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب العقوبات المفروضة عليه في حين يتجاهل تنفيذ جميع الحلول والمبادرات التي تم طرحها ومما يبدو واضحا أنه يعيش على الأزمات ويفتعلها لا بل يسعى لبقائها حول هذا الموضوع رحب بالصحة في مختار إبراهيم معنا مباشرة من برلين مرحبا بك معنا سيد مختار قراتك بداية هذه الاحتجاجات وفي أي إطار تندرج احتجاجات جرامانا نساء الخير أنسى ديمة لك ولجميع المشاهدين وندعو أولا بالرحمة لضحايا سوريا في الصحراء الجزائرية وهم ضحايا المأساة السورية التي لم تتوقف منذ 2011 حتى اليوم وبالتأكيد ما يحصل في جرامانا له مؤشرات ودلائل خطيرة جدا حيث أن جرامانا تمتد من سيدة زينب إلى عين ترما وجسرين ومن الشاغور إلى عين ترما كل هذا الامتداد الواسع بالقرب من قلب العاصمة دمشق يجعل من أي احتجاج وخصوصا في الساحات الرئيسية لجرامانا في ساحة السيوف وساحة الرئيس وأمام مبنى البلدية يعطي لها دلالات لا تقول أهمية عن ما يحصل في سويدا وسيما وإن الأوضاع المعيشية فعلا تتفاقق يوم وخصوصا أقصد هي امتداد ربما أن تكون امتداد لاحتجاجات السويدا يمكن قراءتها بهذا المجال ويمكن أيضا النظر إليها أبعد من ذلك حيث أن جرامانا تضم مهجرين من غالبية المناطق السورية والمدن السورية فالاحتجاجة فعلا تمثل هنا جميع السوريين بكافة أطيافهم لأن جرامانا تضاعفت أعدادها في السنوات الأخيرة بأعداد كبيرة من المهاجرين وأيضا يمكن قراءتها بأن ما يحصل في سويدا وعدم تجاوب مع أي مطلب من مطالبهم على الأقل الخدمية هو يعطي أو يسد كل الأفق ولا يعطي أي بصيص أمل ولكن توقيت خروج الأهالي وهذه الاحتجاجات بجرامانا توقيت الاحتجاجات الآن لماذا الآن؟ مسألة الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات ومسألة المياه والكهرباء ليست بجديدة على الأهالي في المناطق الخاضعة للنظام؟ بالتأكيد ولكن ما يحصل هو فعلا بشكل متسارع يعني رفع أسعار المحروقات خلال أقل من أسبوعين مرتين على التوالي هذا يعطي بأن يوما عن يوم الأوضاع تزيد سوءا في سوريا وأن الناس لم تطيق الأوضاع وانقطاع التيار الكهربائي اللي بدها تزيد عن 20 ساعة في بعض المناطق بعض المناطق لأيام وأسعار المحروقات التي تنذر بأن المواصلات سوف تتعطل وتتوقف من جديد وعدم وجود أي تجاوب أو رفع للرواتب والأجور في سوريا للموظفين وباقي العاملين كل هذه العوامل تشي بأن المظاهرات لن تتوقف ولن يكون حدودها فقط في جرامان هل يمكن أن تنتد أكثر لمناطق أخرى أبعاد من ذلك؟ بالتأكيد الأوضاع الخدمية فعلا وصلت إلى حد اليوم نلاحظ أن في مصر كان هناك أيضا قرارات تقنين لمدة ساعتين فقط في اليوم اليوم تم إيقاف كل هذه القرارات لأن الناس هناك بدأت تتململ والشيء نفسه في سوريا الناس وصلت لمرحلة لم تعد تطيق ما يحصل لا يوجد أي أفق أو بصيص أمل يجعل الناس تتأمل بأن القادم على الأقل أخف وطأ عليهم من الأيام التي يعيشونها اليوم وهذا ما حصل في جرامانة عندما تنطلق المظاهرات من أمام البلدية يتم إغلاق طرق وتعطيل الحياة هناك يعني أن الناس وصلت لمرحلة لن تعود وتستكين إلى أين بتقديرك يمكن أن تذهب الأمور؟ نحن نتحدث اليوم عن متطلبات أساسية معيشية قديمة ليست بجديدة إلى أين ممكن أن تذهب الأمور؟ بالتأكيد أعتقد أن الأوضاع تأخذ نفس رتم المظاهرات في السويدة تكون على شكل وقفات ومظاهرات وربما الآن في جرامانة بدأت بشكل متقطع برأيي أنها سوف تكون نفس ما يحصل في ساحة الكرامة في السويدة ستكون على أوقات ليست متقطع وإنما تكون لفترات طويلة ويتم فيها الوقفات في ساحات رئيسية وكما يحصل اليوم يعني اليوم تم قطع عدة طرق وربما في المستقبل تمتد أيضا إلى خارج جرامانة شكرا جزيلا لك ضيفي من برلين الصحفي مختار إبراهيم شكرا لك شكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة ختام سوريا اليوم تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا إلى اللقاء بأمان الله اشتركوا في القناة